عايز اتكلم مع حضراتكم في اول حاجة النهاردة اول حاجة عايز اتكلم فيها انا الحقيقة متفائل جدا ببطولة الدوري العام الموسم القادم ليه؟ لانه انا اعتقد انها هتكون اقل في الاخطاء شفناها السنة اللي فاتت وحصلت معانا السنة اللي فاتت ومع النادي الاهلي تحديدا وعشناها على مدار المواسم الماضية بداية من انشاء رابطة الاندية الدوري الممتاز البداية الجيدة دائما تأتي من النتائج واللي احنا شايفينه ووجود رابطة الاندية اعتقد ان هو شيء مميز مرورا بقى بحفل قرعة بطولة الدوري التي اقيمت امس في احد فنادق القاهرة الكبرى وكانت الحقيقة كانت حاجة في منتهى الجمال والرقي كمان اللي بيحصل ده يقول ان فيه تنظيم وفيه حاجات مدروسة هتحصل خلال الموسم القادم حضور الجماهير حاجة رائعة جدا والحقيقة انا هنا بكرر شكري وتقديري لجهود رجال الشرطة اللي وفقوا على وسمحوا بوجود الجمهور في المباريات القادمة حتى لو باعداد قليلة ولكن قد تكون هذه هي البداية فقط وما بعد البداية والامور تمشي بشكل جيد اعتقد الامور هتتغير والاعداد هتزيد ان شاء الله خلال الفترة الجاية كمان شكل الاخراج شكل الاخراج ان هو هيكون بتقنية اعلى وبعدد كاميرات اكبر من الفترة السابقة وانه لن يقل باي حال من الاحوال عن عشر كاميرات واعتقد ان دي حاجة جيدة جدا 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 كل ده حلو جدا وكل ده جميل وانا قصدت ان ابدأ كلامي مع حضراتكم بهذا الامر لانها بالفعل امور جيدة جدا جدا ان شاء الله نبني عليها خلال بقية الموسيقى